من يراقب عن كثب الضربات الدقيقة التي تنفذها إسرائيل في حربها على لبنان يلاحظ مد اعتمادها على العديد من الوسائل التكنولوجية الحديثة لا سيما الذكاء الاصطناعي الذي يتيح لها التفوق في مجالات عدة تعزز هذه التقنيات من قدرات إسرائيل على مراقبة الحدود بدقة فائقة حيث تتيح لها تحليل كميات ضخمة من البيانات الملتقطة من الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة لتحديد مواقع الأهداف بدقة وسرعة غير مسبوقة بالإضافة إلى ذلك يستخدم الجيش الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة التنبؤ بالتهديدات التي تستند إلى بيانات جمعت عبر السنوات ما يساعد على اتخاذ قرارات سريعة وضقيقة في العمليات الميدانية هذه التقنيات تمنح إسرائيل ميزة استراتيجية من حيث الرصد والتحليل والاستجابة الفورية مما يصعب من قدرة الخصوم على التمويه والتخفي غير أن هذا التطور التكنولوجي يثير قلق العديد من المراقبين حيث يشكل تصعيدا جديدا في أسليب الحروب الحديثة ويفرد تساؤلات حول كيفية تأثير هذه التقنيات على استقرار المنطقة وقدرة الأطراف الأخرى على مواجهة هذا التفوق النوعي موسيقى